السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على رموز اعطال غسالة زانوسي. اه الرمز اللي بيظهر عندنا على الشاشة. وازاي نقدر نحله مع بعض. وايه معنى الرمز اللي بيظهر على الشاشة. اول قطل معنا ايه احداشر. دي مشكلة في ضخ المية. يعني المية ضعيفة في الغسالة. يظهر ايه احداشر عند حدوث مشكلة في ضخ المية من صمور المياه. وللحل المشكلة. طبعا اول حاجة بنقفل الحنفية. وبعدين اه نفك الخرطوم بتاع المية اللي هو بتاع امداد المية اللي داخل الغسالة. اه بعد ما نقفل الحنفية ونتأكد من المصفاء اللي بيكون داخل الصمام. اللي هي ما بين خرطوم المية والصمام دخول المية بتاع الغسالة. دي غالبا بيكون مليانة رواصب من المية. فلازم تتنظف كويس ويرجع المشكلة الحل. وممكن يكون المشكلة نفسها في الصمام تالف. لو حلنا المشكلة ولسه المية ضعيفة اول المية مش شغالة او بيظهر عندنا رمز احداشر. اه بيكون لسه المشكلة في صمام نفسه تالف او مش وصل له كهرباء من الكرتة ودي محتاجة فن متخصص علشان يفحص الصمام ويفحص الكرتة واحنا اختبرنا قبل كده عملنا فيديوهات عامري عند غريقة اه الاختبار الصمام وازاي نتأكد انه سليم اولا. اه لو ظهر معنا رمز اه اي تلاتاشر دي مكون مشكلة تسريب المية. يشير رمز اي تلاتاشر استشحر الغسالة تسريب مية وغالبا ما تكون المشكلة معقدة في بعض الشيء تحتاج خبير. اه احنا ممكن نحلها بنفسنا على فكرة ما ممكن اه تكون صعبة وممكن تكون سهلة. اول حاجة لو الغسالة بنرفع الغسالة بنفصل الكهرباء وبنفصل المية عنها وبنرفع الغسالة بزاوية كده للميل وتشوف مكان التسريب منين. التسريب ممكن يكون من اه المضخة ممكن يكون كسر في الحلة بتاع الغسيل. ممكن يكون اه الخراطيم اللي بتداخل فيها قطع. لو في حاجة مقطوعة محتاجة تتغير بتتغير. اما لو في كسر في الحلة والا حاجة دي طبعا بتبقى هي المعقدة شوية ومحتاجة تغيير. والمضخة كمان ممكن تكون مقصورة او بتنزل مية اه من عند المضخة الجوان بتاعها تالف او اي حاجة برضو محتاجة فنسيونة. بس اهم حاجة علشان نقدر نحل المشكلة دي ونعرف بسيطة ولا لأ لان بيكون في حساس اسفل الغسالة لما يحسب مية تحت الغسالة بيبقى بيكتشف التسريب. فلازم نتأكد بنفسنا مكان التسريب منين? علشان نقدر نحلها وممكن يكون خرطوم مقطوع او اي حاجة اللي هو خاص داخل من الحلة لآآ صمام او مضخة التصريف. ده بيتغير آآ سهل. آآ وممكن كمان يكون رغوة عالية. فالرغوة بتخرج من الباب تنزل لتحت الغسالة او ممكن يكون الفرطة البتاع الغسالة مش مربوط كويس. اهم حاجة نكتشف المكان بالزبط. آآ رمز عطل اي واحد وعشرين او اي تلاتة وعشرين او اي اربعة وعشرين. كل الرموز دي آآ معناها واحد. لكن بتختلف في موديلات الغسالات ومعناها ان في مشكلة في تصريف المية. المية وقت العصر او الشطف. لما يجي يخرج المية علشان تتصرف ويتميلي مية غيرها او لما تخرج المية علشان تعصر بيبقى الصرف بطيء. التصريف بطيء. آآ او ما بتصرفش خالص. ودي مشكلة ممكن تكون الفلتر محتاج تنظيف ودي اكتر حاجة آآ بنعملها. او اكتر حاجة بتحصل في الغسالات. ان احنا ننظف آآ الفلتر كويس. لو الفلتر نضيف والمضخة ما بتشتغلش آآ معنا. ممكن يكون بقى مشكلة في المضخة او مشكلة في التوصلات لازم فاني برضو يختبرها او يختبر المضخة ايه اللي مقافة ممكن تكون حاجة منعاها آآ من الدوران فبتنظف برضو وترجع تشتغل مفيش مشكلة. آآ رمز اطل ايه تلاتة وتلاتين او خمسة وتلاتين او ستة وتلاتين او سبعة وتلاتين او تسعة وتلاتين. كلها برضو آآ معناها واحد لكن بتختلف في آآ الموديل بتاع الغسالة او نوع الغسالة. كلها زانوسي لكن موديلات مختلفة. دي مشكلة في مل المية. آآ كمية المية بتبقى قليلة او كتيرة. زي ما احنا قلنا قبل كده ان ننضف الصمام آآ او المصفال لداخل صمام اللي هي بتاع خرطوم المية. ننضفها من اي رواصب ونتأكد من الصمام آآ كويس ونضيفه وشغال. او ممكن يكون ميزان المية او خرطوم آآ ميزان المية مزدود وطبعا الفني عارفين واحنا عملنا فيديوهات عاملة عن طريقة آآ حلها. رموز آآ الاقل اي اربعين او اي واحد واربعين او اي اتنين واربعين او اي تلاتة واربعين او اربعة واربعين او خمسة واربعين دي مشكلة كلها في الباب مش مقفول او اللوك بتاع الباب تالف وبرضو عملنا ازاي نقدر نحل الموضوع دوت. اول حاجة نتأكد ان الباب مقفول كويس نتأكد ان ما فيش اي آآ ننظف ما بين الباب وما بين الغسلة نفسها لان ممكن يمنع ان هو اللوك بتاع الباب يلامس معاه ولو ظهر المشكلة يبقى اللوك الباب تالف طبعا احنا عملنا ازاي نوصله مباشر او ازاي نختبره او ازاي نغيره. آآ رمز عطل اي واحد وخمسين او اي اتنين وخمسين او اي تلاتة وخمسين او اي اربعة وخمسين كلها آآ برضو لها معنى واحد ان المحرك او مطور الغسالة آآ في مشكلة مش شغال. وده ممكن يكون عطل في المحرك وممكن يكون عطل في حاجة تانية. حاجة تانية زي آآ ملابس محشورة بين الحلتين. فبتمنع دوران الحلة فالمطور ما بيقدرش يشتغل او ما بيقدرش يدور. وممكن تكون مشكلة في المطور نفسه. وممكن يكون مشكلة في التواصلات بتاعة المطور آآ اللي جاي من الكارتة. وممكن يكون مشكلة ان الكارتة ما بتديش كهربة للمطور فلازم فحص برضو له ظهر معنا الاعطال دي. العطل اي واحد وستين او اي اتنين وستين او اي ستة وستين او اي واحد وسبعين ده عدم قدرة الغسالة على تسخين الماء. اه مشكلة في السخان وبرضو اه السخان بتاع الغسالة اه مع الوقت بيتكون حواليه رواصب. لو خصوصا كمان لو ما بنعملش دورة الخل باستمرار كل شهر. فبيتكون حواليه رواصب فالتسخين بيبقى ضعيف جدا وممكن السخان يكون تالف او التواصلات بتاعته او كارتة تواصلاتها للسخان فيها مشكلة. اه برضو لازم فني مشان نقدر نحلها بنفسنا. اه دي بتحتاج فني لكن احنا بنقول معلومة الناس بتحب تعرفها وفي حاجات نقدر نحلها بنفسنا وفي حاجات لأ حتى كمان في فنيين بتبقى حابة تعرف الرمز ده معناه ايه فبيحنا بنشرحه بالزبط. اه رمز الاعطال اي اتنين وتمينين او اي تلاتة وتمينين او اي تلاتة وتسعين واربعة وتسعين وخمسة وتسعين وستة وتسعين وسبعة وتسعين اطل فيه لوحة التحكم الرئاسية. الكارتة فيها مشكلة. اللوحة الالكترونية بتاع الغسالة بتبقى فيها مشكلة. ودي محتاجة فني متخصص اه الالكترونيات او العطل بالزبط. ويقدر يحدد هو فين ويصلحها او غالبا بتحتاج تتغير بالكامل.